صراعات كبيرة بتاخدها هواوي ممكن تؤدي الانتهاء على قطها بالاندرويد وانستجرام بتلغي احد تطبيقاتها المنفصلة وفرصة من انفيديا انكم تكسبوا لابتوب وسكنز من فورتنايت يوبيسوفت بتقول ان لسه في جبها العاب كتير تعلن عنها خلال الايام اللي جاية اهلا بيكم في حلقة جديدة من وكلي نيوز انا مصطفى محمد من عرب هاردوية انستجرام قررت انها تقفل ابليكيشن المحادسة المنفصل الخاص بيها واللي كان اسمه انستجرام دايريكت ومن المفترض ان الابليكيشن كان معمول عشان منافسة لسناب شاد الفكرة ان كل الخصائص اللي موجودة في الابليكيشن كانت موجودة فعلا في ابليكيشن استجرام نفسه ومن هنا جي قرار انستجرام انها هتوقف الابليكيشن وتركز بس في تطوير الابليكيشن الرئيسي من ضمن الخواص الجديدة اللي هيتم اضافتها لكل من انستجرام وفيسبوك الفترة اللي جاية هي تشفير الرسائل الخاصة وامكانية انك تشوف فيديوهات مع اصدقائك ونسخة ويب خاصة للمحادسات والسؤال هنا هل استخدمتوا انستجرام دايريكت قبل كده ولا دي اول مرة تسمع عنه مش فاكرا كهام جاوبونا تحت في التعليقات وبمناسبة الحاجات اللي بنتقي فبنفكركم ان لسه في فرصة تستفيدوا من بندل فورتنايت من انفيديا لما تشتري اي من كروتي التين سيريز او السيكستين سيريز البندل بتوفر للعبين الفين بي باكس بالاضافة لسكن ريفليكس وجلايدر واكس وشنطة البندل هتكون متوفرة لحد يوم 25 مايض وبنفكركم كمان انكم تشتركوا في مسابقة انفيديا الشرق الاوسط عشان يبقى لكم فرصة تكسبوا لابتوب من ام اس اي بكارت من فئة سيكستين سيريز كل اللي عليكم تعملوها هو تسجيل فيديو للحظة انتصارك في جيم فورتنايت عن طريق انفيديا شادو بلاي هايلايت وتشاركوها بهاشتاج فورتنايت باتل نايت في شهر اكتوبر اللي فات هواوي اعلنت عن موبايل ميت توينتي اكس الموبايل ده تحديدا كان نسخة موجهة للالعاب بشاشة اكبر من 7 بوصة وبطارية 5000 ميلي امبير وكمان داعم لتوصيل الكنترولر ده غير انه كان اول موبايل من الشركة بدعم للأقلام الزكية وبسبب عدم انتشاره في اسواق كتيرة ومنها الاسواق العربية يبدو ان هواوي عندها خطط جديدة للموبايل ده واعلنت عن طرح نسخة منه 5G في مؤتمر لها في لندن يعتبر الموبايل برضو اول هاتف من هواوي في الاسواق بيدعم 5G ومقابل الدعم ده هواوي قررت تعمل شوية تعديلات على الموبايل عشان يتسع لشريحة بالونج 5000 من التغييرات دي تصغير حجم البطارية ل 4000 ميلي امبير والاستغناع عن مخرج السماعات 3.5 ميلي ميتر ولسه مع اخبار هواوي اللي للاسف بتواجه ايام صعبة الفترة دي وده بسبب عدة قرارات اولها قرار صادر من الرئيس دونالد ترامب اللي اصدر قرار تنفيذي بمنع كل معدات اتصال هواوي في امريكا يعتبر القرار ده تابع للحرب الاقتصادية اللي بتشنها الولايات المتحدة في الفترة الاخيرة على الصين والقرار ده بيمنع شركة هواوي انها تشتري اي معدات او اجهزة من الشركات الامريكية بدون تصريح مباشر من واشنطن والموضوع زاد سوق لما عرفنا كمان ان وزارة التجارة الامريكية ضمت هواوي و 70 شركة تابع عليها او بتتعامل معها بشكل دائم للقائمة السوداء اللي بتمنع التعامل معها من الشركات الامريكية قرار زي ده طبعا اثر بشكل مباشر وفوري على اسهم الشركة في برصة الصين بعد القرار ده شركة هواوي مدتش اي تعليق على القرار لكنها صراحت الواحد من المواقع التقنية الامريكية انها مستعدة للتعاون بشكل تام مع الحكومة الامريكية للوصول لحل للازمة وتسويتها وللاسف المشاكل بالنسبة الهواوي مش بتنتهي انبارح اتفاجئنا باعلان شركة الفابت المالكة لجوجل واقف اي تعاون بينها وبين هواوية تطلب نقل قطع هاردوير او برامج سوفتوير مع عدد السوفتوير مفتوحة المصدر او الابن سورسو حسب مصدر مقرب من الشركة فالخطوة دي جاية على خلفية قرار الحكومة الامريكية اللي اتكلمنا عنه من شوية قرار جوجل ده معناه ببساطة شديدة جدا ان مافيش اي تحديثات اندرويد جديدة على هواتف هواوي ده بالاضافة لفقد كل موبايلات هواوي خارج الصيل خدمات جوجل وتطبيقاتها زي جوجل بلاي والجيميل ومابس وكروم وباقي البرامج في حزمة تطبيقات جوجل اندرويد وبكده يبقى فاضل بس امكانية استخدام نظام الاندرويد بما انه اوبن سورس لكن بدون اي تحديثات او برامج تابعة لجوجل جدير بالذكرى ان قرار الحكومة الامريكية كان صدر بشكل مشابه قبل كده مع شركة زي دي تي اي ولكن جوجل ساعتها ماخدتش اي خطوة شبه اللي عملتها مع هواوي تفاصيل اكتر اتعرفوه عن المشكلة اللي بتواجهها هواوي من الاي اللي هتظهر لك هنا ولو ان رأيكم تحت في التعليقات هل شايفين القرار دي اتأثر بشكل قوي على مستقبل الشركة وايه تأثير القرار ده على سوق الهواتف الزكية بشكل عام في الفترة الاخيرة كتير مننا حاب يجرب العاب على البلاي ستيشن من اول ريد دي دردمشان تو لحد احدث حصرية لسوني دايز جان وطبعا وضع الانترنت عندنا كلنا عالفين وانه مش بيساعد ابدا واستحالة كلنا نحمل اللعبة من اول وجديد كل ما حبينا طبعا نجربها ومن هنا جي الحل السحري من ترونسند الحل كان على شكل اكسترنل اس اس دي مزايا الاس اس دي ده تحديدا كتيرا وبتتخطى مجرد الاستفادة في نقل الالعاب من وإلى البلاي ستيشن اولها انه يعتبر اخاف اس اس دي من ترونسند حتى الان وهو واحد من الاخاف وزنا في السوق الميزة التانية انه بيجي مع منفز يوس بي طايب سي سري بوينت وان جين تشو وبيدعم الاجهازة المحمولة كلها زي الموبايلات مش مجرد بس انه مقتصر على البلاي ستيشن الاس اس دي بيجي بحدث ثلاث ساعات تخزين هي 120 و 240 و 480 جيجا باير ولولنا تحت في التعليقات لو معاكم اس اس دي بالمواصفات دي هتستخدمه في ايه اكتر اشعات واخبار كتير الفترة اللي فادت كانت بتتكلم عن ان يوبيسوفت وبعد اعلانها عن جوست ريكم بريك بوينت عندها لسه اربع اصدارات جديدة ودلوقت عندنا خبر عن تسريبات جديدة بتقول ان اول الاصدارات اللي ايتم الاعلان عنها هو غالبا واتش دوكز 3 وان اللعبة بنسبة كبيرة هتكون احداثها في بريطانيا وده بعد انشاء حساب على تويتر باسم واتش دوكز يو كي بس ده ممكن برضو يكون معناه ان ده حساب الدعم في المملكة المتحدة مش اكتر الشائعات كمان استمرت ومنها اللي بيقول ان يوبيسوفت هتصدر عرض تشويك اول للعبة خلال شهر مايو الجاري وكمان قبل يوم 24 مايو تحديدا وان الفيديو ده هيكون في تفاصيل عن القصة واسلوب اللعب وشخاصية الهاكر الجديدة صارة هقولون ايه هي توقعاتكم لقيمة الالعاب اللي متوقع ان يوبيسوفت تعلن عنها الفترة اللي جاية انباء عن نية كاب كوم بتطوير العابها اللي جاية باستخدام ر اي انجين اللي بشكل ما ممكن يكون اختصار لريزدنت ايفل ما يخفاش على حد النجاح اللي حقيته الالعاب التلاتة الاخيرة من كاب كوم اللي تم تطويرها باستخدام الانجين ده بنتكلم عن ريزدنت ايفل سيفن وريميك ريزدنت ايفل 2 واخيرا ديفل مايك راي فايب كاب كوم في تقريرها المالي ذكرت النقطة دي تحديدا ونتحقيق الثلاثة عناوين دول اللي النجاح هيشجعهم انهم يطوروا العاب اكتر باستخدام الانجين ده في المستقبل واللي هيستمر معاهم في عناوين الجيل الجديد كمان خصوصا ان الانجين فيه قابل الي التعديل والاضافة بما يتوافق مع التكنولوجيا الجديدة اللي هتكون موجودة في الجيل الجديد من اجهزة الكونسول بس الحد دلوقتي كاب كوم ما صرحتش عن عنوين الالعاب اللي هي شغالة عليها وده يفتح لنا مجال للتوقعات تقول لنا قرأكم في التعليقات ايه هي الالعاب اللي المتوقعين تشوفوها قريب من كاب كوم شايفك ياللي بتقول ريزدنت ايفل سري بس توقعاتنا بتقول ان كاب كوم هتخلينا نستنى شوية على ما نشوف ريميك للجزء الثالث من السلسلة وده كانت اخر اخبار حلقتنا الاسبوع ده عشان تعرف اكتر عن الاخبار دي زوروا موقعنا عرب وما تنساش تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام بشوفكم في الحلقة الجاية